أهلا وسهلا بكم في الجزء الأول من المحاضرة الثانية من مقاررة تقنيات تصوير الطبي محاضرة الثانية عن موضوع التصوير بالموجات فوق الصوتية محتوى المحاضرة الثانية هو أن نتدي أول حاجة نتكلم عن فكرة عمل التصوير بالموجات فوق الصوتية هنتكلم على أنواع التصوير بالموجات فوق الصوتية وتطبيقاتها هنتكلم على تعريف بالأجهزة الحالية وقراءة الصور هنتكلم على عوامل السلامة في تصوير الإنسان في الجزء الأول من المحاضرة هنتكلم على فكرة عمل أجهزة الموجات فوق الصوتية في البداية نحب نتعرف على طبيعة الموجات فوق الصوتية المستعملة في التصوير الموجات فوق الصوتية الحقيقة هي نفس طبيعة الموجات اللي بنشوفها لو إحنا ألقينا حجر في ميارة كده هنلاقي إن فيه في النقطة اللي في النص كده بيتدي من عندها يبتدي تولد موجات دائرية كده وتبتدي تنتشر يعني من النقطة اللي هي بتاعة المركز دي للخارج وهي الحقيقة نفس طبيعة الموجات الصوتية اللي احنا بنسمع بها الأصوات المعتادة ولكن الفرق بينها وبين الأصوات العادية إن هي أعلى في النغمة كون إن هي أعلى في النغمة بنتكلم على إن هي ما بنقدرش نسمعها بالأذن المجردة الحقيقة هنلاقي إن لو إحنا شفنا طيف الترددات بتاع الموجات الصوتية هنلاقي إن إحنا عندنا فيه عندنا مساحة معينة أو مدى معين بيبقى هو المدى اللي ممكن نسمعه واللي أعلى منه بنسميه موجات فوق صوتية واللي أقل منه بنسميه موجات تحت الصوتية الموجات فوق الصوتية بتتعرف إن هي موجات صوتية بس أعلى من 20 كيلو هرتز التردد بتاعها 20 كيلو هرتز أعلى من كده فلو احنا حبينا نشوف ايه الفرق بين الاتنين ممكن نبدأ نسمع الاصوات اللي هي بتاع الترددات المختلفة ونشوف الموجات فيه الصوتية هتبقى اعلى من انهي واحد فيه ده عبارة عن تردد يعتبر قليل كل ما بنعلم في التردد بنسمع صوت احد زي ما احنا شايفين دلوقتي طبعا اعلى تردد خالص اللي احنا اسمعناه في الاخر خالص دوت يعتبر تردد حد جدا لو احنا كنا بنسمع حاجة اعلى من كده تردد بتاعها اعلى من كده ما هنسمعهاش اصلا لان فعليا الادم بتاع الانسان ما تقدرش تسمع ترددات اعلى من كده طبيعة الموجات فوق الصوتية في انتقال من مكان لاخر هي بانها بتنتقل بتصادم الذرات في الوسط يعني لو اخدنا المسال بتاع الحجر اللي اللي رميناه في وسط ميارة كده هنلاقي ان الموجات تطلع من الوسط هنا كموجات شكلها دائري بالشكل ده تطلع من الداخل للخارج هنلاقي ان احنا عندنا الذرات اللي هنا بتصطدم مع بعضيها وتبتطي تنقل الحركة يعني احنا لو بصينا على شكل جانبي مثلا هنا للموجات دي في الخط ده مثلا هنلاقي ان في اجزاء فيها تضاقوطات واجزاء فيها تخلخلات والتخلخلات والتضاقوطات دي هي اللي بتنقل موجات صوتية في الاوساط طبعا بالفكرة دي نعرف ان احنا ما نقدرش ان احنا ننقل موجات فوق صوتية او موجات صوتية في الفراغ يعني لو عندنا الوسط بتاعنا مفوهوش ذرات يبقى معنا كده الموجات الفوق الصوتية ما تدرش تنتقل فيه الحاجة المهمة برضو اللي احنا نحب نعرفها ان احنا الزرات اللي موجودة في الوسط بتاعنا ما بتتحركش تحرك دائم من مكانها بمعنى ان هي اللي بيحصلها تذبذب للذرات حول نفس الموضع يعني هنلاقي الزرات اللي موجودة هنا تتذبذب يمينا ويسارا ولكن مكانها في الاخر بعد ما تنتهي الانتقال بتاع الموجات من خلالها هتفضل في المكانها السابت اللي كان موجود قبل كده والحقيقة لو بصينا مثلا على موجة من الموجات اللي موجودة عندنا في المية ولو كان في عندنا بعوضة واقفة على سطح المياه مثلا هنلاقي ان الموجات لما بتيجي بتخلي البعوضة دي تطلع وتنزل في نفس مكانها بس ما بتنقلش من مكانها يعني بعد ما الموجة عبرت المكان اللي فيه البعوضة هنلاقي البعوضة في نفس مكانها بالظبط وده الحاجة اللي بتحصل برضو للموجات اللي موجودة في البحر لو في حد مثلا واقف في البحر وكان فيه موجة لأنه بيصعد ويهبط مثلا ولكن في الآخر مكانه هو ثابت فمعنى كده الموجات الصوتية أو موجات فوق الصوتية موجات ميكانيكية وبتنتقل بتصادم الزرات وفي الآخر الزرات الوسط لا تتحرك تحرك دائم من مكانها في الحقيقة الأساس العلمي اللي تصويب الموجات فوق الصوتية هو جاي من محاكاة لبعض الكائنات الحية اللي بتستعمل موجات فوق الصوتية علشان تتنقل بيها زي الخفاش الخفاش بيستعمل الموجات فوق الصوتية في الملاحة أثناء الطيران وبيتعرف بيها على الأشياء في محيطه علشان مثلا الأغراض الصيد وتجنب العوائق والحاجات اللي زي كده فنلاقي إن الخفاش بيبعت موجات فوق صوتية بالشكل اللي هنشايفينه بلون أصفر وبتصادم بالهدف بتاعه وتصادم بالعائق اللي قدامه ويرتد منها موجات أخرى هو بيقدر يسمعها بأذنية الكبار اللي هم مخصصين للتقاط الأصوات وبالتالي من المسافة ومن الوقت اللي رجع فيه الصادة دوت بيقدر يعرف المسافة بتاعته عن الحاجة اللي قدامه نفس الحاجة هي بيستعملها الحوت والدرفيل في الملاحة والصيد نفس الكلام يعني ده العلماء اكتشفوه برضو بعد الخفاش اللي هو برضو الدرفيل مثلا ممكن يبعت موجات فوق الصوتية عشان يعرف أماكن تجمع الأسماك ودي طبعا طبعا بيستعملها في حاجة مهمة جدا هي الصيد لأنه طبعا بيقدر يشوف في الماء كل حاجة بس يقدر يعني بالشكل ده يقدر يتعرف على تجمعات الأسماك من مسافة بعيدة الحقيقة الإنسان اقتبس الأفكار اللي جايلنا من الكائنات الحية دي في تصميم السنار البحري لمساعدة الغواصات على الملاحة السنار البحري هو عبارة عن أن الغواصات بتبعت برضو موجات فوق صوتية وبتصطدم بالعوائق اللي قصدها ويرجع منها صدى صوت أو صدى من الموجات اللي هي صطدمت بالعائق دي وعن طريق أنه بيسمع الصدى دوت بيعرف أنه فيه عائق أولا ويقدر بعد كده يعرف المسافة بتاعته عن العائق دي لو خدنا مثال عن الخفاش عشان الخفاش يستطيع الصيد يلزم له حكتين التعرف على اتجاه وجود الفريسة وتحديد مسافته عن الفريسة حتى يستطيع أنه يقتنصها فدلوقتي الخفاش زي ما احنا قلنا بيبعت موجات فوق صوتية وتخبط في الفريسة وترجع له ده بالنسبة للصيد اتجاه الفريسة بيعرفه من اتجاه إرساله للموجات يعني هو بيبقى ماشي في اتجاه معين وبيبعت يعني في الاتجاه اللي هو بيصدر فيه الموجات فوق صوتية دي هو بيعرف لو ارتد منه صدى يبقى هو الاتجاه ده هو اللي فيه الفريسة فيبقى كده هو تعرف على اتجاه وجود الفريسة عشان يتعرف على مسافة الفريسة بيتعرف عليها من زمن رجوع الصدى لو كان الزمن الارتد فيه الصدى دو قصير يبقى معنى كده ان الفريسة دي على مسافة قريبة لو الصدى رجع في وقت طويل يبقى معنى كده ان الفريسة على مسافة بعيدة وده طبعا الاساس العلمي فعلا اللي احنا بستعمله في تصوير بالمواجهات فوق الصوتية ناخد دلوقتي فكرة تحديد مسافة الصدى بشكل اعمق شوية لو تخيلنا ان في عندنا مركب مشى في البحر بالشكل ده كده وتحب تعرف عمق البحر في المسافة اللي هي مشى فيها دي بيتاوي كامل فدلوقتي المركب دي هترسل موجهات فوق الصوتية والموجهات فوق الصوتية دي هتوصل لغاية القاع وترتد تاني وتيجي بعد كده هنا تستقبل بعد ما توصل هنا عند المركب دي تاني هنلاقي ان احنا اول حاجة ان الموجهات فوق الصوتية مشت مسافة من هنا لغاية هنا مسافة العمق عشان تروح وتخبط في العمق اللي هو الارض اللي موجودة تحت وبعد كده مشت نفس المسافة بالعكس علشان توصل من القاع لغاية لغاية المصدر بتاع الموجهات فوق الصوتية فمعنى كده احنا بنقول ان الموجهات فوق الصوتية بتقطع ضعف المسافة بين المرسل والمستقبل علشان يجينا الصدى فطبعا دي جاي ان احنا بنقطع المسافة ذهابا ثم عودة فزمن وصول الصدى نفسه يمكن حسابه من المسافة الكلية على سرعة الموجهات سرعة الموجهات الفوق الصوتية اللي موجودة في المياه مثلا او في اي وسط تاني زي برضو الانسجة بتاعة الجسم برضو دي معروفة ونقدر نحنا نحددها بدقة وبلها قياسات معروفة ويعني كل الناس متفقة على قيم محددة لها فلو احنا قسنا زمن الصدى وعرفنا سرعة الموجهات ممكن نحسد مسافة العائق الذي سبب الصدى اللي وصل للايه للسورس للحاجة اللي ايه بتدينا الموجهات فوق الصوتية هناخد مثال عام لتقريب فكرة تحديد مسافة الصدى لو تخيلنا ان في عندنا سيارة بتتحرك بسرعة متوسطة 100 كم في الساعة ذهبت وعادت من مدينة معينة في 3 ساعات كم بعد المدينة هي دي نفس المشكلة اللي احنا بنتعرض لها في تحديد مسافة الصدى في الموجهات فوق الصوتية في التصوير بالموجهات فوق الصوتية فاحنا دلوقتي دي كانت البداية السيارة تحركت وماشى بسرعة 100 كم في الساعة لو احنا قلنا ان هي المسافة الكلية 3 ساعات يبقى اكيد عشان تروح للمدينة هيبقى فيه ساعة ونص وهترجع من المدينة في ساعة ونص فمعنا كده المسافة من هنا الهنا تم قطعها في ساعة ونص يعني نص الزمن الكلي بتاع من اول لما السيارة تحركت لغاية لما وصلت تاني لمكان البداية لو احنا حبينا نحسب بنفس الطريقة اللي شوفناها قبل كده الزمن اللي قطع دوت هو عبارة عن ضعف المسافة على السرعة ضعف المسافة اللي هو عشان همشيت 100 كم زائد 100 كم في 3 ساعات يعني معنى كده انا ممكن اقول ان برضو المسافة اللي انا قطعتها هي عبارة عن السرعة في نصف الزمن فبالتالي نقدر نوصل ان المسافة الكلية اللي بين نقطة البداية هنا وبين المدينة هي عبارة عن 100 كم في الساعة في الزمن اللي هو ساعة ونص اللي هو يوصلنا ان 150 كم هي المسافة بين المكان بتاع البداية وبين مدينة اللي وصلت لها السيارة لو خدنا نفس المثال هو هو على مثال واقعي بقى في تصوير ممجات فوق الصوتية ان احنا عندنا في الجسم بتتحرك الموجات فوق الصوتية بسرعة متوسطة 1540 متر في الثانية طبعا نتكلم على سرعة تحرك موجات صوتية طبعا اسرع بكتير من سرعة تحرك السيارة بس يعني نفس الفكرة هي بالزبط لو احنا قلنا ان الزمن اللي تم قطعه علشان الموجات تروح وترجع من عائق معين جوه الجسم كان حوالي تلاتاشر من مئة الف من الثانية دي حوالي مئة وتلاتين مايكرو ثانية فمعنا كده احنا برضو ممكن نتساءل كم بعض العائق بنفس الطريقة لو احنا خدنا برضو مئة وتلاتين مايكرو ثانية اللي كنا بنكلم عليه ومن هنا دول عندنا طبعا بنفس الكنسبت اللي احنا تكلمنا عليه قبل كده ان احنا عندنا المسافة من هنا اللي هنا هتاخد نص الوقت والمسافة من هنا هتاخد نص الوقت فمعنا كده لو انا بصيت في زمن الذهاب نفسه هو خمسة وستين مايكرو ثانية بالسرعة اللي هي الف وخمسة واربعين متر في الثانية لو انا ضربت الاتين دول في بعض هيطلع لي ان انا قطعت مسافة عشرة سنتيمتر او عندي بوينت وان او يعني واحد من عشرة متر في الجسم داخل الجسم يعني بنفس الطريقة هي هي بالزبط احنا بنبعت موجهة فوق صوتية وبالشكل احنا شايفينه هنا ده كده بيبقى في عندنا عوائق موجودة داخل الجسم والعوائق دي بتمثل لنا الاعضاء الحيوية اللي موجودة داخل الجسم وكل عائق لما بيجينه موجهة فوق صوتية بيرتد منه صدى والصدى ده انا بسجله مع الوقت بحيس ان انا يبقى عندي مجموعة خطوط كده او مجموعة يعني مجموعة يعني تسجيلات لإشارات الصدى دي ومجموعة الإشارات دي هي في الحقيقة اللي بتولد لي موجهات صورة الموجهات فوق الصوتية بتاعت التصوير الطبي فالفكرة الأساسية في التصوير بالموجهات فوق الصوتية ان احنا بنبعت الموجهات فوق الصوتية لاتجاه معين ونستقبلها ونسجل الصدى بحسب زمن وصوله وده طبعا اللي بيتناسب مع مسافة بعده وبنكرر الإرسال بعد كده في اتجاهات مختلفة ونسجل الصدى من كل اتجاه في خط مستقل التكوين الصورة يعني بمعنى انا دلوقتي ببعت في الاتجاه الأولاني والتاني والتالي والتالي والرابع كل مبعت بيجي لي مجموعة إشارات أو مجموعة من الإشارات الصدى بتاعت كل واحدة من العوائق اللي موجودة بسجلها زي ما هي كده في نفس الاتجاه اللي بعت فيه وبعد كده في الاتجاه التاني والتالي والرابع وعلى كده غاية لما في الآخر ببني صورة بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده وده الحقيقة صورة واقعية للموجهات فوق الصوتية وده بتتكرر مع الوقت بحيث ان انا قدر اشوف فعليا داخل الجسم اللي بيحصل يعني ده صورة للقلب مثلا احنا شايفين فيها الصمامات القلب بتفتح وتقفل ويعني نقدر نميز كويس قوي اذا كان الصمامات دي فيها مشكلة ولا هي سليمة وطبعا استعمال مهم جدا للموجهات فوق الصوتية اللي هي بتبص بيه على القلب فالحقيقة الفكرة الأساسية بتاعت الموجهات فوق الصوتية هي نفس الفكرة بتاعت تحديث مسافة الصدى بس احنا بناخدها بقى لمسافة أبعد شوية ان احنا بنكون بيها صورة بان احنا ناخد اتجاهات مختلفة ومش بس كده كمان بنكرر الكلام ده يعني 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 مرارا وتكرارا وكل مرة نطلع صورة مختلفة ونعرضها بحيس تطالينا صورة في الزمن الحقيقي زي ما احنا شايفين هنا كده نقدر نميز بيها ما بداخل الجسم من دون ان احنا نضطر ان احنا يعني ناخد صورة ونتوقف وناخد صورة ونتوقف لان الصور مستمرة تماما مستمرة مع الوقت يعني بلا يدر حيس ان احنا نقدر نميز اي حركة جوه الجسم ونقدر يعني نتابع اي تغيرات جوه الجسم مع الزمن اشكركم لحسن المتابعة ونلتقى ان شاء الله في المحاضرة الجاية في موضوع انواع تصوير بالمواجهة الصوتية